انتهى الاستقرار الهشو الذي كانت الحكومة قد حققته في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية وتحولت مدينة عدن إلى مدينة مظلمة محكومة بالقمع والتصفية بالهوية ذلك ما جاء به انقلاب ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات حوادث القتل والتصفية ومهاجمة منازل المناوئين باتت هي الأخبار الرائجة في العاصمة المؤقتة وآخر ما استجد هناك هجوم لمسلحين من عناصر الحزام الأمن على منزل القياد في المقاومة الجنوبية محمد البوكري مصادر محلية قالت ان ميليشيا الحزام الأمن هاجمت منزل البوكري في دار ساعد ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد حراسته مشيرة إلى إصابة طفلة ووالدها خلال الاشتباكات بالقرب من المنزل أبيان هي الأخرى أضحت واجهة للموت الذي يتجول في الشوارع بحثا عن معارضين لانقلاب الحزام الأمني أما في حضرموت فقد ضاق الناس ذرعا بما آلت إليه الأوضاع في المحافظة حيث شهدت مدينة المكلة بمحافظة حضرموت احتجاجات غاضبة جراء انقطاع التيار الكهرباء لساعات طويلة وقال سكان محليون إن محتجين غاضبين قطعوا شوارع رئيس في الأحياء الحيوية بالمكلة وأضرموا النيران في إطارات السيارات كما نصبوا الحواجز في وسط المدينة ومنعوا حركة السير ويطالب المحتجون السلطة المحلية بتحسين تقديم خدمات المياه والكهرباء والتخفيف من معاناتهم ترجمة نانسي قنقر